إذا قامت الثورة الجزائرية 1950 وكانت اعداد السكان بالجزائر ثمانية مليون هل يعقل أن الفرنسيين قاتلوا يعني هذه هلوكوست صراحة مليون ونص شهيد هذا مو منطقي طيب وراء أعلنت هيئة تنظيم الإعلام السعودية استدعاء شاعر معروف بسبب الإساءة إلى دول وشعوب شقيقة مع استدعاء مقدم البودكاست الذي ظهر من خلاله وقالت صفحات إخبارية سعودية إن المقصود بإعلان هيئة تنظيم الإعلام هو الشاعر المعروف عبد الرحمن الشمري الذي ظهر قبل يومين في بودكاست حواري مع الإعلامي محمد الرحبي على منصة عكاس وشكك الشمري خلال البودكاست في عدد شهداء الثورة التحريرية الجزائرية كما سخر من إطلاق عبارة بلد المليون شاعر على موريتانيا وتلقى الشاعر انتقادات واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي كما تم حذف الحلقة من منصة يوتيوب قبل أن تعلن هيئة تنظيم الإعلام عن استدعائه تدري يا سيدي بس من آل سعود كم انقتل؟ كم؟ 16 أمير انقتل أبيدت الناس علقت الناس على الخوازيق ما فعل الأتراك نصها النجدة هذه قتلت والله هي اللي أنا بغيت تقول هي بلد المليون شهيد هي بلد المليون شهيد مش الجزائر أنا ما أدري شون نسوقوها يعني فعلا الناس يعني تنطلي عليهم نظريات جمال عبد الناصر يعني أعتقد أنها كانت الحالة مش كانت حنة يعني ما أدري وش المشكلة كانت عندنا يعني على مسألة بلد المليون شهيد إذا قامت الثورة الجزائرية 1950 وكانت اعداد السكان بالجزائر 8 مليون هل يعقل أن الفرنسيين قتلوا يعني هذه هلوكوست صراحة مليون ونص شهيد هذا مو منطقي طيب ورما تطلبون تعويضاتها الحين إذا كان الكلام صحيح أنا من خلال بحثي البسيط بالموضوع هذا 156 شخص اللي قتلوا مع احترامي للجزائرين من قتل 156 شخص بسجن وهران وسجن قسنطينة وسجن الجزائر العاصمة حقين جمال عبد الناصر قال بلد المليون شهيد مدر مليون ونص شهيد أنا اعتقدت فرنسا دولة مش غبية أنه تقتلت ثلث الشعب ولا ربع الشعب ولا عشر ولا خمس وبعدين ترى بالخمسين العالم منظم في أمم المتحدة ومحاكم دولية وأمريكا موجودة متسيدة وذابة دورة الفرنسي أشياء كثيرة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر